السلام عليكم طلابنا الأعزاء تكلمنا بالمحاضرات السابقة عن أركان العقد ركن التراضي والمحل والسبب نجي اليوم محاضرة جديدة نريد نبين شنو حكم تحقق هذه الأركان يعني إذا توفر التراضي والمحل والسبب شنو حكم العقد وكذلك نبين حكم تخلفها الجزاء تخلف هذه الأركان يعني إذا نعدم ركن التراضي شنو حكم العقد إذا نعدم ركن المحل إذا نعدم ركن السبب شنو حكم العقد بعد ذكرنا بركن المحل أكو شروط وبركن السبب أيضا أكو شروط ما الحكم إذا تخلف أحد هذه الشروط فبالتالي العقد في هذه الحالة هل يكون العقد صحيح أم العقد باطل وإذا كان العقد الصحيح هناك أنواع للعقد الصحيح فبالتالي إن هذه الأركان المتمثلة بالتراضي والمحال والسبب هي الأساس الذي يقوم عليه العقد فإذا تخلف أحدها أو تخلفت جميعها لم يكن هناك عقد وقلنا ركن المحل وركن السبب بشروط يجب توافرها حتى يكون العقد صحيح فإذا تخلفت هذه الشروط إيش راح يكون؟ راح يكون الركن متخلف وبالتالي راح يكون العقد باطل وبالتالي فشروط المحل والسبب تسمى شروط انعقاد أو شروط صحة أي إن العقد لا ينعقد إلا بالتوافر هذه الشروط هذه بالنسبة ركن المحل والسبب أما ركن التراضي ففيه نوعين من الشروط شروط انعقاد وشروط نفاذ الشي يقصده بشروط الانعقاد شروط الانعقاد هي اللي يؤدي تخلفها إلى بطلان العقد وشروط النفاذ يؤدي تخلفها إلى عدم نفاذ العقد مع بقائه قائما وصحيح يعني شنو شروط النفاذ العقد يكون صحيح قائم عقد صحيح مو باطل لكن شنو غير نافذ أي عقد موقوف هذه بالنسبة هذه كمقدمات رح ندخل بتفاصيل هنا تقسيمات العقد من حيث الصحة والبطلان ومن حيث العقد الصحيح رح نشوف تقسيماته فبالتالي القانون المدني العراقي قسم العقد من حيث الصحة والبطلان إلى نوعين عقد صحيحة وعقد باطلة ثم قسم العقد الصحيح إلى قسمين عقد صحيح نافذ وعقد صحيح غير نافذ اللي هو العقد الموقوف ثم قسم العقد الصحيح النافذ أيضا إلى قسمين عقد صحيح نافذ غير لازم وعقد صحيح نافذ لازم تبعا لتوافر الأركان والشروط السابقة من عدم تحققها بالتالي رح نقسم رح تكون محاضرتنا اليوم حول العقد الصحيح والمحاضرة القادمة حول العقد الباطلة نبدأ بأول تقسيم للعقد من حيث الصحة والبطلان هو العقد الصحيح قلنا العقد الصحيح نوعان عقد صحيح نافذ وعقد صحيح غير نافذ أي موقوف نبدأ بأول نوع العقد الصحيح النافذ ايش يقصد بالعقد الصحيح النافذ؟ هو العقد الذي توفرت له جميع أركانه يعني متوفر ركن التواضي ومتوفر ركن المحل ومتوفر ركن السبب بعد وذلك بأن تتوافر لركني المحل والسبب جميع شروطهما يعني شروط ركن المحل وشروط ركن السبب لازم تكون متوفرة حتى نكون أمام عقد صحيح نافذ شنية شروط المحل إذا تذكرون؟ قلنا أن يكون المحل موجود أو ممكن الوجود واثنين أن يكون المحل معين أو قابل التعيين واثنين أن يكون المحل مشروع فإذا توفرت شروط المحل بعد شروط السبب قلنا أن يكون السبب شنو؟ موجود وصحيح ومشروع فإذا توفرت شروط المحل والسبب مع توفر شروط الأخرى اللي راح نجيها هنا نكون أمام عقد صحيح نافذ بعد وتتوفر لركن التراضي شروط الانعقاد وشروط النفاذ جميعا يعني لا بد من هسا بركن المحل قلنا شروطها لازم تكون متوفرة وبركن السبب شروطها لازم تكون متوفرة وبركن التراضي لازم تكون شروط الانعقاد اللي هس رح نتكلم عنه نشي قصد بشروط الانعقاد وشي قصد بشروط النفاذ لازم تكون متوفرة شروط الانعقاد وشروط النفاذ جميعها حتى نكون امام عقد صحيح نافذ بعد لازم يكون احد المتعاقدين لم يتصرف لم يتصرف بملك غيره بل في المال الخاص به يعني انت انتريد تبيع اليوم مثلا هاتفك النقال هذا المال المحل هو تابع لك فهذا بعت هذا المال لشخص اخر فكان العقد هنا صحيح اذا توفرت كافة الشروط لكن اذا كان الهاتف النقال مو ملكك ملك شخص اخر فهنا انت تصرفت في ملك غيرك فهذا التصرف هذا العقد الي ابرمته هو عقد صحيح لكنه شنو مو نافذ غير نافذ موقوف على اجازة صاحب الهاتف النقال صاحب المال فبالتالي من ضمن الشروط ان يكون المال اي محل العقد هو مملوك لصاحبي لأحد المتعاقدين فاذا لم يكن احد المتعاقدين قد تصرفه في ملك غيره هنا شنو اذا تصرفه في ملك غيره رح يكون هذا العقد الصحيح شنو غير نافذ اذن شنو العقد الصحيح النافذ هسك تعريف هو الاذي توفرت له جميع اركانه وذلك بان تتوافر لركني المحل والسبب جميع شروطهما وتتوافر لركن التراضي شروط الانعقاد وشروط النفاذ جميعا ولم يكن احد المتعاقدين قد تصرف في ملك غيره وعند اذ تترتب عليه اثاره في الحال يتبين ان من هذا التعريف ان العقد النافذ تترتب عليه اثاره في الحال اي لحظة انعقاده شنو هي الاثار الاثار هي الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد فاذا كان العقد مثلا عقد بيع وارد على عقار فان ملكية العقار المبيع تنتقل من البائع الى المشتري ويصبح البائع ملتزما بتسليمه اليه ويكون المشتري ملتزما بدفع الثمن للبائع وتسلم العقار منه فاذا تخلف احدهما عن تنفيذ التزامات مثلا تخلف البائع عن تنفيذ التزامه او تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه جاهزة للاخر يعني للمتعاقد الآخر اجباره على ذلك عن طريق المحكمة وكذلك الحال اذا كان العقد مثلا عقد ايجار اذ يصبح المؤجر ملتزما شنو بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور وتسليمه اليه ويكون المستأجر ملتزما بالمحافظة على المأجور على الدار ودفع الأجرة المحددة في ذلك العقد وبالتالي نجي نشوف تفصيل هذا التعريف نجي بالنسبة الركن المحل مربينا ان المحل قلناه شنو هو ما يدور حوله العقد ويجب ان تتوفر بالشروط اللي ذكرناها وهي ان يكون المحل موجود او ممكن ومعين او قابل للتعين وان يكون المحل مشروع فاذا تخلف احد هذه الشروط او جميعها كان العقد شنو باطل اما اذا توفرت جميع هذه الشروط اللي بالمحل نكون امام عقد الصحيح بشرط ان تتوفر ايضا الاركان الاخرى اللي هي التراضي والسبب وقد عبر القانون المدني العراقي عن ذلك بالمادة 133 اذ قالت العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهله هذه العبارة رجزبية مضافا الى محل قابل لحكمه اضافه واوصافه صحيحة سالمة من الخلل هذه العبارتين مضافا الى محل قابل لحكمة ان يكون المحل يعني شنو متوفر بشروطه واوصافة صحيحة سالمة من الخلل اوصافه شنو يقصد أوصاف المحل إذن المحل هنا لابد أن تتوفر فيه كافة الشروط اللي طرحناها بالمحاضرات السابقة هذه بالنسبة للمحل نجي إلى الركن الثاني اللي هو ركن السبب قلنا السبب هو شنو هو الباعث الدافع للتعاقد بحسب النظرية الحديثة أو هو الغرض المباشر حسب النظرية التقليدية وعلى أي حال يجب أن يكون السبب بشروط يجب أن يكون السبب موجود وصحيح ومشروع فإذا تغلف أحد هذه الشروط يجب أن كان العقد أصبح العقد باطلا وأيضا المادة 133 من القانون المدني العراقي عبرتنا عن ذلك بقولها شنو العقد الصحيح هو العقد المشروع ذات النوصفين وله سبب مشروع هذه العبارة هنا المشرع العراقي قد اشترط أن يكون السبب مشروع حتى يكون العقد صحيح هذه بالنسبة الركن السبب نجي الركن الأخير اللي هو ركن التراضي قلنا بركن التراضي يضمن نوعين من الشروط ولازم تتوفر هذه الشروط حتى يكون العقد صحيح ونافذ وهي شروط الانعقات وشروط النفاظ شنو شروط الانعقات شروط الانعقات تتمثل بحالات أول حالة اللي هي ضرورة أن يصدر إيجاب وقبول من الطرفين ويطابق القبول مع الإيجاب على كافة المسائل الجوهرية للعقد وأن تتجه أرادة الطرفين إلى أحداث أثر قانوني وأن لا يكون الطرفين أو أحدهما عديم الأهلية وعديم الأهلية كما مر بينه هو الصغير غير المميز والمجنون ويلحق بهما كذلك حالة المنوم مغناطيسيا هذا الشخص المنوم مغناطيسيا نشقلنا بالمحاضرات السابقة يعتبر عديم الأهلية هذه حالة شروط الانعقات شروط النفاظ شروط النفاظ هي الشروط اللازمة لنفاظ العقد مو لبطلانة يعني العقد يكون صحيح لكن شنو إذا توفرت يكون نافذ ومرتب لآثاره في الحال أما إذا تخلفت رح يكون العقد موقوف غير نافذ إذن شنو شروط النفاظ هي الشروط اللازمة لنفاظ العقد أي اللي ترتب آثاره حالا وصيرورته واجب التنفيذ شتتمثلنا هذا الشروط بشنو أولا أن يكون كل من العقدين كامل الأهلية أما إذا كان أحدهما أو كلاهما ناقص الأهلية مثلا كان صغير مميز الصغير المميز قلنا علي أشي يعتبر ناقص الأهلية أو محجور لعته أو سفه أو غفله فإن العقد يكون صحيحا ولكنه غير نافذ موقوف قلنا المحجور المعتوه والسفيه وذو الغفلة بهذه الحالة يعتبر بحكم الصغير المميز وهنا شنو التصرفات موقوفة فبالتالي هذه هذه الحالة تعتبر من الشروط اللازمة لنفاظ العقد زين وبعد شر ثاني من شروط النفاث أن لا يكون أحد الطرفين يعني أحد المتعاقدين قد شاب أرادته عيب من عيوب الأرادة الثلاثة الأولى شنو عيوب الأرادة؟ قلنا الكراه والغلط مع التغرير والغلط والتغرير مع الغبن فإذا شاب أرادت أحد الطرفين عيب من هذه العيوب كان العقد شنو موقوف تذكرون قلنا موقوف على إجازة من كان ضحية لأحد هذه العيوب خلال ثلاثة أشهر فهنا العقد كان صحيح لكن ما كان نافذ وإنما كان غير نافذ هذه لكن العيب الأخير اللي هو عيب الاستغلال قلنا حكمه مختلف ما يكون العقد غير نافذ وإنما العقد صحيح ونافذ لكن شنو يطلب أنه يرفع عنه الغبن اللي يلحق به هذا الشخص المستغل فبالتالي حكم عيب الاستغلال يختلف عن حكم عيب الإكراه والتغرير مع الغبن وعيب الغلاط هذه هي شروط النفاذ وقلنا أخيرا بالعقد الصحيح النافذ لازم ما يكون أحد المتعاقدين قد تصرف في ملك غيره هذا الشروط هو الأخير هو خارج عن ركن التراضي مو من شروط الركن التراضي ولا من شروط المحل ولا من شروط السبب فيجب لنفاذ العقد أن لا يكون أحد المتعاقدين قد تصرف في ملك غيره فإذا تصرف أحد المتعاقدين في ملك غيره كان يسمى فضوليا وكان العقد موقوفا على إجازة المالك الأصلي بعد ما بيننا الشروط اللي يجب توفرها في الأركان في ركن التراضي والمحل والسبب هنا كنا أمام عقد صحيح نافذ شنو حكم العقد الصحيح النافذ إذا توفرتنا الشروط المتقدمة كان العقد صحيح نافذ ومعنى ذلك إن آثاره تترتف في الحال أي شوكت في لحظة إنعقاد العقد ويترتب على ذلك وجوب تنفيذ العقد من قبل الطرفين فإذا امتنع أحدهما عن تنفيذ العقد جاهز للطرف الآخر أن يراجع القضاء يراجع المحكمة ويطلب إجبارة على ذلك أي شنو ينفذ العقد أو طلب إنهاء العقد مع التعويض هذه إذا تعذرت التنفيذ العيني يصار علم للتعويض هذا هو حكم التحقق العقد الصحيح النافذ زين أكو أقسام لهذا العقد الصحيح النافذ ينقسم العقد الصحيح النافذ إلى قسمين بحسب درجة القوة الملزمة ينقسم إلى عقد لازم وعقد غير لازم نجي الأول قسم العقد الصحيح النافذ اللازم شو يقصد بالعقد الصحيح النافذ اللازم هو العقد الذي لا يجوز لأحد الطرفين أن ينسحب منه ما يجوز لأحد الطرفين أن ينسحب منه من جانبه فقط دون موافقة الطرف الآخر شنو يعني؟ يعني اليوم من أبرم عقد آني وياك حوله مثلا بي حاتف نقال بموجة بالعقد الصحيح النافذ اللازم ما يحق لآني أن سحب من العقد و ألغي العقد دون موافقتك واضح؟ إلا بموافقتك هذا هو العقد الصحيح النافذ اللازم هو العقد الذي لا يجوز لأحد الطرفين أن ينسحب منه من جانبه فقط دون موافقة الطرف الآخر فإذا انسحب أحد الطرفين من العقد دون اتفاق مع الطرف الآخر شو راح يحق للطرف الآخر؟ راح يحق للطرف الآخر أن يجبر على تنفيذ التزامه عن طريق أن المحكمة أو الزامة بالتعويض وأغلب العقد هي شنو عقد لازمة مثل عقد البيع عقد الإيجار عقد العمل وغيرها هذا بالنسبة للعقد الصحيح النافذ اللازم نجي للنوع الآخر العقد الصحيح النافذ غير اللازم ما يقصد به؟ هو العقد الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما أن ينسحب منه من جانبه دون أن يكون للطرف الآخر الحق في أجباره على التنفيذ ويكون العقد غير لازم للأسباب التالية راح نشوف شن الأسباب بس حتى نوضح أعيد لكم فكرة هذا العقد اليوم أبرمت أنا ياك عقد معين ضموجة بهذا العقد أقدر أنا أو أنت أو اثنين أطنين يتحلل عن العقد وما يحق للطرف الآخر أنه شنو يطالب بالتعويض مثلا أو يجبرني على تنفيذ العقد شوكيت يعني هذا عكس اللازم قلنا اللازم ما يحق لأحد الطرفين الانسحاب منه دونه موافقة الطرف الآخر لكن بالعقد الغير اللازم يحق لأحد الطرفين أو كلاهما أن يتحلل من التزامه يعني شنو ما ينفذ العقد والطرف الآخر ما يحق له يجبره على التنفيذ يجبر الطرف اللي يتحلل عن الاتزامه ولا يحق له أنه يجبره على التنفيذ ولا يحق له أيضا يطالب بالتحويض لأن هذا كان العقد شنو غير لازم شوكيت يكون العقد الصحيح النافذ غير لازم نجي الحالة أولا إذا كان العقد معلقا على شرط فاسخ شيقصد بالشرط الفاسخ تكلمني بذيك المحاضرة طينا صورة بسيطة عن هذه الشروط إحنا راح نتناولها إن شاء الله بأوصاف الالتزام بالكتاب الثاني الشرط الواقف والشرط الفاسخ لكن اليوم كفكرة شيقصد بالشرط الفاسخ نضرب مثال بعتك آني هاتف النقال لكن اشترطت عليك قلت لك حسنا بعتك يا وسلمت وتبطيتني الثمه لكن قلت لك إذا رسبت بالامتحان هنا راح ينفسخ العقد وترجع للموبايل يعني اشترطت عليك تنجح بالامتحان إذا فشالت إذا رسبت بالامتحان راح شنو ترد للموبايل فهنا البيع تحقق من لحظة أبرم العقد لكن كان معلقا على شرط الفاسخ وهو الرسوب إذا رسبت انفسخ العقد فبالتالي هذا العقد لازم له غير لازم غير لازم ليش لأنه أنا إلي حق كصاحب الموبايل بعد أن بعتك يا أتحلل عن التزامي أرد الموبايل وأرد لك الثمنة أرد لك مبلغ الهاتف النقال ليش لأن انت فشلت بالامتحان كان البيع معلق على شرط فاسخ ما يحق لك الطالبين بالتعويض ما يحق لك يحق لك تجبرني على التنفيذ ما يحق لك ليش لأن كان البيع معلق على شرط فاسخ وبالتالي إذا كان العقد معلق على شرط فاسخ هناش يعتبر هذا العقد عقد صحيح نافذ غير لازم هذه حالة الحالة الثانية إذا كانت طبيعة العقد تقتضي اعتباره عقد صحيح نافذ غير لازم مثليش هناك عقود تقتضي طبيعتها أن تكون غير لازمة مثل عقد الوكالة وعقد الوديعة وعقد الاعارة هاي العقود يستطيع أي أحد من أطرافها أن ينسحب منها بقرار منفرد ولا يحق للطرف الآخر أن يجبر على الاستمرار بالعقد ليش لأنها لا يمكن أن تستمر مع الإجبار فهي تحتاج في تنفيذها إلى التفاهم المتبادل تحتاج إلى التفاهم المتبادل مثلا بعقد الوديعة لابد من أن يكون هناك التفاهم متبادل ما بيني وبينك ما بين المودع والمودع لديه فإذا لم يتحقق هذا التفاهم هنا ترد هذه السلعة المودعة لدي الشخص الآخر فبالتالي هذه العقود طبيعتها تقتضي أن تعتبر عقود غير لازمة والحالة الثالثة إذا تضمن العقد خيارا يجيز لأحد المتعاقدين فسخة يعني خلينا نحن اليوم من أبرمنا العقد خلينا خيار هذا الخيار بموجبة يحق الأحد من الطرفين فسخة ومثل هذه الخيارات خيار الشرط كما لو اشترط المشتري في العقيد إن له الخيار في فسخ الأقد وعادة الشيء خلال مدة معينة وهذا الخيار طبعا خيار صحيح في القانون اثنيا خيار الرؤية إذ يقرر القانون إن كل من يشتري شيء أن لم يره ثم يراه بعد البيع فيجده غير ما كان يظنه فله أن يعيده ويفسخ البيع هذا خيار الرؤية إذا أنت اشتريت شيء اشتريته بدون ما تشوفه لكن من وصلك هذا الجهاز مثلا طلبت عن طريق التوصيل ووصلك هذا الجهاز وشفته مختلف عما أنت كنت تظنه فهنا يحق لك شنو أن تسترده يعني كان العقد مبني على خيار الرؤية فبالتالي هنا العقد يعتبر غير لازم لأنك يحق لك شنو فسخ العقد بعد خيار التعيين فكل من يخير بين عدة أشياء فيجدها ليست ملائمة جميعها وما يجوز له أن يفسخ العقد وآخر خيار يسمى خيار العيب فكل من يشتري شيئا ويجد به عيبا خفيا يكون له أن يعيده ويفسخ العقد إذا أنت اشتريت مثلا سلعة بها عيب خفي هذا العيب الخفي هنا بمجابة أنت لك حق تبطل العقد ترد العقد ترد هذه السلعة وتفسخ العقد نجي أكو مثال خاص يمكن القول بأن عقد الاشتراك في خدمة الهاتف النقال هو عقد غير لازم من جهة المشترك إذ يجوز له أن يلغي اشتراكه في أي وقت من خلال تعطيل الشريحة الخاصة به دون أن تستطيع الشركة إجباره على الاستمرار في الاشتراك وكذلك عقود الاشتراك في خدمة الانترنت ما لم يشترض غير ذلك هذا هو العقد الصحيح النافذ بقسميه وبنوعيه اللازم وغير اللازم رح أترك لكم هذه المحاضرة في الصف الإلكتروني وأتمنى من جميع الطلاب أن يطرحون أسئلة في حول أي فقرة ما فاهميها من فقرات هذه المحاضرة ومحاضرتنا القادمة إن شاء الله رح تكون عن العقد الصحيح غير النافذ اللي هو العقد الموقوف تحياتي وسلامي لجميع الطلبة ولعوائلهم الكريمة وأن يحفظنا من هذا البلاء آمين يا رب العالمين السلام عليكم